مرحبا وضحياتي للجميع في الواقع تعالت الأصوات في القرن الثامن عشر في أوروبا هذا القرن الذي مثل كما هو معروف عصر التنوير وعصر العقل ونادى بمركزية العقل وحتى بمركزية الإنسان في العالم فتعالت الأصوات كما يقال من كل حدب وصوب مطالبة بالسلام العالمي بسلام دائم في أوروبا طبعا بعد قرون طويلة من الحروب والصراعات التي عصفت بالقر العجوز يعني لم يكن آخرها معرفة بالحروب الدينية والحروب المذهبية والتي واقعا حولت أوروبا إلى ما يشبه المقبرة الجماعية التي تفوح منها دائما رائحة الموت والدم ومن ضمن الأسماء الكبيرة في حينه والتي رفعت الصوت عاليا يبرز اسم الفيلسوف الفرنسي الكبير جان جاك روسو طبعا كان هناك أصوات أخرى أيضا تعود لقامات فكرية أوروبية كبيرة جدا وأيضا رفعت الصوت مطالبة بالسلام إن أردتم كمثل الفيلسوف الألماني الكبير إيمانوال قانت قانت الذي لديه طبعا مشروع مشروع نحو السلام الدائم كان هناك مثلا صوتي فولتير وجون لوك وتلك الدعوة إلى التسامح وإلى السلام كان هناك مثلا الفيلسوف الهولندي الكبير جروشوس فيلسوف القانون الدولي إضافة طبعا لآخرين كثر لكن لنقل أن ما ميز دعوة جون جاك روسو أنها أتت منسجمة مع فلسفته الاجتماعية والسياسية وحتى التربوية فمثلا على الجانب الاجتماعي فروسو كان يرى بأن الإنسان في حالة الطبيعة الأولى يعني في الحالة المشاعية البدائية قبل تشكل المجتمع البشري طيب هذا الإنسان كان حرا كان الناس أحرار ومتساوون في كل شيء لكن طبعا وبسبب ظهور عوامل متعددة أهمها الملكية الخاصة مثلا وبالتالي يعني انتفاء المساواة بين الناس إلى غيرها من عوامل قرر الإنسان أن يخرج من هذه الحالة البدائية وبالتالي يحاول أن يقول رسوله أن الهدف من تشكل الاجتماع البشري وقيام المجتمعات البشرية كان بالدرجة الأولى يتمثل في مسألة إحلال السلام وتثبيت الأمن والأمان وهذا مقتضى مثلا تعاهد الناس طبعا تعاهد الناس بموجب عقد على الخروج من حالة الفوضى البدائية إلى حالة المجتمع المدني أيضا على الجانب السياسي فنشوء المجتمع المدني كان مقرونا بنشوء السلطة والتي طبعا مهدت لتطور مفهوم الدولة ومن أولى واجبات الدولة كما يرى رسول لبل هذا هو الهدف الأساس الذي قامت من أجله الدولة ويتمثل في الحفاظ على السلام طبعا مع كل ما يتضمنه الأمر من حفظ للأرواح والممتلكات سواء العامة أو الخاصة وإنهاء كل النزاعات بين الأفراد أيضا على الجانب التربوي فرسول كان يرى بأن الغرض من التربية إعداد الأفراد أو إعداد الفرد للعيش في المجتمع طبعا كفرد صالح متعاون مع الآخر مع الجميع ومحب التالي للسلام فإذن وكما نستطيع أن نلاحظ فالقاسم المشترك بين الأطرحات الثلاث هو التحقيق السلام وفي الواقع فجان جاك روسو طبعا كان وطنيا لبل كان يمجد مفهوم الوطن لكن لنقول بأنه أيضا كان يطمح في داخله إلى ما هو أبعد من ذلك كان يطمح إلى سلام عالمي دائم لبل إلى دولة عالمية موحدة مع أنه في فترة من فترات حياته الفكرية في الواقع كان روسو يعتقد أنه مجرد التفكير بمسألة الوحدة أو بتكوين دولة موحدة فكان يعتبر أن مجرد التفكير بهذا الأمر قد يعبر عن سذاجة في التفكير لكن طبعا مع الوقت لنقول اقتنع روسو أنه لا بديل عن الوحدة لا بديل عن الاتحاد من أجل إيقاف الحروب وبسط السلام وبالتالي نظر إلى مسألة الاتحاد بوصفها نهاية منطقية لعملية التطور الاجتماعي والسياسي للمجتمعات البشرية رأى بأن الوصول إلى مرحلة الاتحاد هذه المرحلة تمثل نهاية منطقية لكل عملية التطور على الجانبين الاجتماعي والسياسي طبعا لأن الأفراد عندما تخلوا عن جزء من حريتهم وعندما تعاقدوا على الخروج من الحالة الطبيعية البدائية إلى المجتمع المدني وبالتالي تشكل السلطة والدولة طيب من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ لماذا أتخلى عن جزء من حريتي ليعيش تحت حكم سلطة معينة؟ لكن الهدف كان أسمى كان هدف رفيع هدف سامي يتمثل في تحقيق السلام الدائم من أجل السلام قبل أي أمر آخر تعاقد الناس على الخروج من الحالة البدائية الفوضوية إلى الحالة المدنية وإلى حالة تشكل الدول والسلطة وبالتالي في الأصل فتأسيس المجتمعات أو لنقل وبالتالي في الأصل في تأسيس المجتمعات كان تحقيق السلام وبالتالي ممكن أن نعتبر أن تأسيس المجتمعات هنا كان بمثابة تطور تطور أخرج الناس من حالة فوضوية إلى حالة مدنية إلى حالة سلم وإذا أكملنا بهذه المسيرة التطورية فنهاية المنطقية ستكون تتمثل في تأسيس مجتمع عالمي موحد أو على الأقل مجتمع أوروبي موحد هذا فقط برعي رسول ما قد يجلب السلام لأوروبا أما الوقوف عند مرحلة الدولة المفردة أو الدول المفردة قد يكون ربما على حد تعبيري حرفيا أشر من مسألة البقاء في الحالة الطبيعية البداية الأولى هكذا عبر رسول قال أن الوقوف عند مرحلة الدولة ربما هو أشر من البقاء في حالة الطبيعية الأولى لماذا؟ لسبب بسيط جدا طبعا لأن العنف هنا انتقل من مجرد حالة فردية إلى حالة جماعية بمعنى أن الصراع في حالة الدول سيتخذ طابع جماعي لا محالة طبعا في مكان الطابع الفردي الذي كان موجودا وسائدا في الحالة البداية لأن الدولة في نهاية الأمر تشير إلى مجموعة معينة من البشر ستدخل لا محالة في تنافس وفي صراع مع مجموعات أخرى تشكل بدورها دول أخرى وهذا ما سيجعل في نهاية الأمر من كل مجموعة بشرية عدوة لسائر المجموعات الأخرى بشكل أو بآخر وطبعا ستكون النتيجة صراعات وحروب لربما أشد فتكا وقصوة مما كان موجودا في الحالة البداية طبعا لأن التطاحن بين الدول لنقل أشد هولا بما لا يقاص من الفوضى الموجودة أو التي قد توجد بين الأفراد فمن هنا نادى الرسول بالسلام الشامل دعا إلى السلام الشامل لا بل نادى باتحاد بإيجاد اتحاد بين المجتمعات الأوروبية وبالتالي بين الدول الأوروبية بشكل أو بآخر اتحاد يكون أكثر من مجرد حلف وأقل من اتحاد فدرالي أكثر من مجرد تحالف بين مجموعة دول لكن أيضا بالمقابل هو أقل من من اتحاد فدرالي من دولة موحدة فدرالية مثلا وكان رسول يرى أن فكرة الاتحاد بهذا المفهوم تحديدا وعلى الرغم من صعوبتها إلا أنها ممكنة في نهاية الأمر وطبعا استشهد بنماذج بنماذج عديدة لاتحادات عديدة قامت في أوروبا في حينه وكانت بشكل أو بآخر ناجحة كمثل الاتحاد السويسري الاتحاد البروسي الألماني الاتحاد الهولندي لبل كان رسول يرى بأن الشعوب الأوروبية وعلى اختلافها في تفاصيل عديدة إلا أن قابلية الوحدة بينها قائمة قد تشكل كما يرى وكما يأمل قد تشكل مجتمعا موحدا طبعا ارتكازا على عوامل مشتركة جامعة كثيرة منها مثلا وحدة الجغرافيا المتداخلة منها وحدة التاريخ المشترك وحدة المصير الدين الواحد الثقافة والتقاليد الواحدة طبعا المصالح المشتركة سواء الزراعية أو التجارية أو الاقتصادية منها مثلا أن أدباء وفلاسفة أوروبا تاريخيا تعاونوا في أزمان عديدة طبعا للارتقاء بمستوى القارة الفكري والأدبي والثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي إلى آخر وبالتالي كان يعتقد بأن نموذج الاتحاد بهذا المفهوم قد يكون نموذجا قابلا للتحقق أولا وللعايش ثانيا وفي الواقع أن نحن نظرنا إلى الاتحاد الأوروبي القائم اليوم فسنجد أنه يشبه إلى حد كبير نموذج الاتحاد الذي دعا إليه رسول فالاتحاد الأوروبي اليوم أيضا هو هو اتحاد أكبر من مجرد حلف لكن أقل من اتحاد فيدرالي فالاتحاد الأوروبي وكما هو معروف يعني هو اتحاد بين دول حرة بين دول ديمقراطية مستقلة ومع ذلك فلدى هذا الاتحاد مجلس وبرلمان موحد ومفوضية واحدة ووزراء وأجهزة وعملة موحدة وصوق مشتركة وحتى نظام مواطنة موحد تقريبا وطبعا الاتحاد الأوروبي اليوم يرتكز على نفس الأمور التي يعني لنقل بحثة فيها رسول يرتكز على التعاون المشترك على المصالح المشتركة وأيضا لديه نفس الهدف الذي وضعه أيضا رسول وهو تكريس وتعزيز السلام والتقدم في القارة الأوروبية وبتالي فالاتحاد الأوروبي الموجود اليوم بشكل أو بآخر لنقل أنه يجسد ربما حلم جانجاك رسول في تكوين اتحاد يكون قادرا على قطع دابر الفتنة والفرقة والنزاع ويقرب الإنسان من أخي الإنسان والهدف الأسمى هو تعزيز التسامح والمصالحة والتأكيد على العيش المشترك وبالتالي في نهاية الأمر تثبيت السلام الشامل والدائم شكرا للمشاهدة